السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعينا متابعين القناة شاكي براكب اهلا وسهلا بحضرك لكل سنة الطيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن التسجيل الالكتروني للصف الاول الابتدائي لعام الدراسي الجديد 2020 2021 الموضوع سهل اوي متنسوش اهم حاجة الاشتراك في القناة ولايك للفيديو لو عجبكو وشير بقى لقد ما نقدر عشان كلنا نستفيد من الفيديو اهم حاجة يبقى موجود معنا بطاقة الرقم القومي للوالد وشهادة الملاد الكمبيوتر اللي بيبقى مكتوب فيها الرقم القومي للتلميذ اللي هنقدم له طبعا هحطلكوا الرابط بتاع الموقع اسفل الفيديو في الديسكريبشن عشان لا حبينا نخش على الموقع هنبدأ مع بعضينا طريقة التسجيل زي ما حضركوا شايفين الصفحة اللي قدامنا هي اللي بنسجل عليها اول حاجة بنعملها بنروح حاطين الرقم القومي للتلميذ اللي هو موجود على شهادة الميلاد وبعد كده تاريخ الميلاد بتاعه وكامل بقى السنة والشهر واليوم بقى كده المحافظة بتاعت الميلاد والنوع بتاعه اذا كان ايه زكر او انسى بعد كده بيحولنا على الصفحة اللي حضراتكم شايفانها دي بنحط البيانات بتاعت المتقدم اللي هو التلميذ اللي هو الاسم واسم الوالد بتاعه اسم الوالد واسم الجد هو لقب العيلة اهم حاجة نخلي بالنا من الاسماء المركبة نحطها مظبوط ونحط الاسم مظبوط وبعد كده بنحط الرقم القومي للتلميذ والجنسية والنوع وبعد كده بنحط تاريخ الميلاد بتاعه ومحافظة الميلاد والديانة ومحافظة السكن وعنوان السكن بتاعه بعد كده بيانات التواصل مع ولاية الامر اللي هي الرقم الموبايل ورقم التليفون المحمول او الارضي والبريد بتاعه الالكتروني بعد كده اسم الام واسم والد الام واسم الجد الام واللقب بتاع العيلة بعد كده هنبتدي بقى نختار المدرسة هنختار الإدارة التعليمية اللي احنا تابعين لها وبعد كده نختار المدرسة بعد ما نختار إدارة التعليمية هنختار المدرسة بتاعتنا وبعد ما نختار المدرسة ندوس كلمة إضافة وهذا كده بقى نشوف هنختار كم رغبة اللي احنا نقدم فيها وبعد ما نختار بنخلص بعد ما نختار الرغبات بتاعتنا كلها بنخلص وبنختارها بندوس إضغط للطباعة بعد ما ندوس اضغط للطباعة بيظهر لنا الصفحة اللي حضراتكم شايفينها دي الاستمارة دي بنرفقها مع الملف بتاعنا بعد ما بيتوافق على المدرسة اللي احنا اخترناها وبنرفقها مع الملف بتاعنا وده كان شرح بسيط وسهل وسريع من طريق التقديم ومتنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير ولو مش مشتركين معنا نشترك ونعمل سبسكرايب وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته